نساء الخير عليكو هدخل في الموضوع على طول انا غسلتي وقفت فجأة جيت اشغالها لقيتها عملت لي علامة الارر حاولت فيها يوم كامل قلت يمكن معلقة لان هي قبل كده ممكن علقت معي مر او اثنين من ساعة مشترتها لكن برضو مفيش فايدة قلت كمية الغسيل كتير شلت نص الغسيل لحد ما بقى فيها حاجة بسيطة جدا قلت نفس العلامة فكده لأ كده في عطل طيب لو احنا في البيت ومش هنقدر نستعين بحد يصلحها دلوقتي هنأمل ايه هنشوف الرقم الموديل بتاع الغسالة بتاعتنا اي ان كان نوحها وهنبحث بيها ونشوف الاعطال بتاعتها ايه او العلامة دي بتادينا الاعطال ايه فانا لما عملت كده لقيت ان العطل بتاعها ان السموم اللي بيقفل الباب هو ده مش مدي اشارة للغسالة ان هي قفلت كده بيديني الارور ده اه دلوقتي اه جوز يفك الجوان اللي هو بيقفل على بيقفل على الباب بتاع الغسالة بس مش هنفكه كله بس هنفك هنفك الجزء اللي ورا القطعة اللي هي بتدي الاشارة للغسالة ان الباب بتاعها قفل احنا الوقتي اه شلنا فيه سلك كده حوالين هشلناه وبعد كده الجوان مش هنشيله كله عشان تركيبه هيبقى صعب شوية شلناه ووراه فيه القطعة اه اللي هي مسئولة اللي بتدي الاشارة للغسالة انها قفرت فبالتالي بتبدأ عملية الغسيل او بروجرام الغسيل طبعا فيه هنا مصمار بيتفك الاول طبعا يا جماعة احنا كلنا دايما بيحصلنا حاجات زي كده في الاجهزة القاربية اللي عندنا فممكن نحاول معاها لو فيه مثلا عندنا فكرة جوزك اخوكي باباكي لو حد عنده فكرة بسيطة ممكن يجرب الاول موضوع بيبقى ابسط من البساطة في حين ان احنا لما بنجيب حد بنستعيم من بره مش كل الناس بتتعامل بضمير للأسف ممكن يجي الغسالة ما يبقاش فيها حاجة خالص ويقولك تفيها وفيها وفيها وهتتكلف مثلا مبلغ كبير في حين الموضوع ابسط من البساطة دي القطعة اللي انا قلتلكوا عليها دي القطعة المسئولة عن اللي هي بتدي الاشارة ان الباب قفل والغسالة بعد كده بتشتغل عادي بتتشال بكل سهولة القطعة دي اخدناها هو اقرب محل اللي يكون القطعة غير الغسالات في اكيد كل واحد حوالي القطعة دي ادي القطعة هي ودي القطعة الجديدة طيب القطعة دي كان تمنها كام ميت جنيه يعني تمنها بسيط جدا اه في حين ان ممكن لو احنا كنا استعنا بحد من بره كان ممكن يقول ان القطعة دي بربعمل جنيه وكنا هنصدق خلاص القطعة هي بتركب كل سهولة تمام هنركبها كويس وبعد كده هنرجع المصمار اللي كان ركب فيها اللي هو بيسبق بيسبتها وكده احنا يعتبر يعني صلحنا العطل يعني في وقت قليل اه وفي نفس الوقت بتكلفة قليلة لو حاجة نقدر نستعين بيها او ان احنا نسرش على العطل ده ونقدر نعمله في حاجات بسيطة تمام لو حلو العطل طبعا كبير او كده ممكن نرجع لتوكيل بتاعها او لحد يكون بيصلح الحاجات دي ويكون ثقة خلاص كده احنا بنقفل على المصمار اللي هو بيربط القطعة اللي هي اصلا هي كانت سبب في العطل الغسالة كانت توقفت تقريبا يومين وانا فاكرا انها معلقة يعني انا فاكرا ان هي حاجة بسيطة ساعات بتعلق الباب ما بقاش مقفل كويس قطعة هدوم مثلا محشورة ما بين الباب فعملها مسافة فعشان كده برضو الباب ما بيقفلش كويس يعني بتبقى حاجات بسيطة وخلاص انا بعد الهدوم بيخفف الحمولة شوية كده واقفل عليها وخلاص لكن المرة دي القطعة نفسها خلاص كان صلاحيتها انتهت طبعا ده الجوان اللي بيقفل عليها لازم نقفله كويس جدا ونرجعه مكانه كويس جدا لان هو لازم لي حفة كده وراه لازم تركب عليها كويس عشان لما نيجي نقفل الباب الباب يقفل كويس وما يبقاش في اي مشكلة بعد كده هنركب القطع شبه السلكي كده دي بتثبت اكتر الجوان اللي هو الربر لازم برضو نركبه كويس عشان يقفل على الجوان ويبقى محكم والباب يقفل كويس احنا كنا عملنا غيرنا القطع احنا بنسبة كبيرة كده القطع دي هي اللي بينا ان هي بايزة غيرنا وركبنا الجوان وركبنا السلك اللي وراه وقلنا بسم الله ونشوف هل ده العطل ولا العطل اكبر من كده وهنضطر ان احنا نرجع لمختص خلاص كده الجوان ركب والسلك اللي هو سبته هنقول بسم الله انا حطيت فيها الغسيل الغسيل المعتد اللي انا بحطه وشغلت البروجرام اللي هو على قطن ودرجة الحرارة ستين والغسالة اشتغلت يا رب الكون الفيديو عجبكو واستفدتوا منو اكيد احنا بنحتاج ان احنا فيديو زي كده ان هي متبقى حاجة بسيطة بنعرفها ممكن اغلب الناس ما يعرفوهاش نصحتي بقى ان احنا لو عندنا اي اجهزة كهربائية وفيها عطلة بسيط وقفت نحاول فيها يعني نحاول نجرب والله ما نفعش نحاول نستعين بمختص وحد يكون ثقة لان الاسقف احنا في نفس اليوم بعد ما صلحناها قلنا نسأل برا لو هي تصلح بكام عند حد بيصلح غسالات اه حاول ان هو يقول لا ده مش هي القطع دي ده قطع تانية ده مش عارف ايه عشان يعمل اه مبلغ فنخلي بالنا من الموضوع اه لازم نعرف الاول ايه القطع الحين حتى لما هو يغير القطع نشوق ناخد القطع منه نتأكد فعلا انها اه بيضة او محتاجة تتغير اه ونتعامل مع حد ثقة زي ما قلت قبل كده ونحاول احنا لو لو فيه بعض الرجالة ليها اه بيبقى ليها مسلا ان هي تتصلح او تفتح او تجرب اه دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة اه ممكن احنا يعني نصلح الحاجات البسيطة في بيتنا بقال لقال تكلفة يا رب يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لكل اصحابكو عشان يستفادوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة